اسم التجربة انتقال الحرارة بالتوصيل Heat Transfer by Conduction الهدف من التجربة التعرف إلى كيفية انتقال الحرارة للمواد بالتوصيل عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر من وقوع نقاط الشمع على اليدين أدوات التجربة شمعة قضيب في الزي أعواد خشبية حامل خطوات إجراء التجربة نثبت أحد طرفي القضيب الفلزي في الحامل جيداً نستعمل الشمعة لوضع نقاط على القضيب الفلزي على مسافات متفاوتة ونثبت عليها الأعواد الخشبية قبل أن يتجمد الشمع نقرب شمعة مشتعلة من الطرف الآخر للقضيب الفلزي وننتظر مدة من الزمن فنلاحظ تساقط الأعواد الخشبية بالتتابع من الجهة الأقرب إلى الشمعة إلى الجهة الأبعد النتائج تحدث عملية انتقال الحرارة بوساطة التوصيل عندما تتصادم جزيئات مادة ساخنة مع الجزيئات المجاورة لها حتى تسخن ثم تنتقل إلى الجزيئات المجاورة وهكذا